أختنا الفاضي اللي كنت بتسأل سلمة يعني عن الأدعية المستحبة لما قلبك يتحرك بدعاء معين تعرفي إنه ده مدد الله ليكي ربنا بيفتح باب بمعنى معين أنت محتاجة على قدر إخلاصك على قدر المدد ده ما بيأتي للإنسان فقلب يتفتح لأذكار معينة أمشي مع الأذكار دي قلب يتفتح لأوراد معينة من الدعاء من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار لحول ولا قوة إلا بالله من ألوان من الأدعية تيجي بعض الناس بفطرتها كده تقول لك والله أنا معرفش لقيتني بقول الدعاء التالي ده يعني ربنا قاتنا في الدنيا حسن وفي الآخرات يا حسن وقنا عذابا نروه من أدعية القرآن الكريم لقيتني بقول الذكر الفلاني وجدت نفسي فيه ماشي في هذا الذكر أقول له ده من الفتوح اللي ربنا فتحها لك فاستغلها وعلى قدر إخلاص الإنسان يتفتح له اللي هو محتاجه من الذكر أو من الدعاء